من الحاجات المنتشرة على الجروبات وفي سوق الكمانجا المستعملة وساعات في الجديدة ان يوجي يقول لك ايه اه دي كمانجا نعرضها للبيع ودي الصوت بتاعها اخد اسمعها اخد الفيديو ده وانت طبعا تسمع الصوت تتوهم اللي هو دي كمانجا تحفى هو ممكن يبقى عرض لك كمانجا مسلا شارك ولا شلتر ولا كمانجا يعني بتاعت مبتدئين كمانجا تتعلم عليه وانت تشوف الصوت محصلش ليه بقى تيجي تمسك انتك كمانجا تلاقي الدنيا خربانة ده اللي اكتر من سببك تعانيك في الموضوع ده بس ما تنساش انك تشارك في القناة وتفعل زرار الجرس وشوف موضوع الانتساب بالقناة لاني اعمل كورسين كورس الشرقي وكورس الغربي فاخد لك بص على الموضوع ده ويلا بينا نشوف الموضوع بده هم او قد تيجي كده عايز تشتري كمانجا فتلاقي حد بعت لك الصوت بتاع الكمانجا ويقول لك خد ايه كمانجا ده نعرضها للبيع واسمع الصوت بتاعها وشوف قرر الموضوع ده بيدخل فيه عوامل كتير اوي اول حاجة الجهاز اللي بيسجل بيه ممكن الموبايل اللي بيسجل بيه كوالية المايك بتاعه حلو او ممكن كوالية بتاع المايك بتاعه وحش دي نقطة والنقطة دي يعني ما بتأثرش اوي في الصوت يعني بتأثر بنسبة خمسة في المية حاجة بقلي لها تأثير كبير وتقدر تقول بتأثر بنسبة خمسين في المية وممكن القرار اللي تاخده على الصوت دي يضللك وهو المكان اللي بيسجل فيه ممكن المكان اللي بيسجل فيه كون فيه صدى صوت ولا يعني مكان فاضي شوية فيحسسك ان الكمانجا بترن فانت تتبسط لقي ان الصوت طحفة الخمسين في المية بقى او الخمسة واربعين في المية التانيين اللي بيخليك تتوهم بصوت الكمانجا هو العازف نفسه انا لو معايا كمانجا يعني لو معايا لوح سرير وشدت عليه حبال وجيت اعزف وانا بعرف اعزف هاخنعك بها هقولك ان دي طحفة ما حصلتش وانت هتقتنع بها وتشتريها فما تاخدش الفيديوهات دي معيار ليك طيب انت دلوقتي خلاص سمعت الفيديو ورحت ايه هتاخد الكمانجا جيت تأذف عليها لقيت الصوت مش قد كده هنا ده مش معناه ان الكمانجا وحش عشان بس ايه في ناس بتفتكر ان انا خدت الكمانجا جيت اعزف عليها لا قد صوتها مش زي الصوت التسجيل او سي الصوت الفيديو لا هو صوت الفيديو هو صوت التسجيل ده اللي بيعمله الشخص اللي مسكه مش كمانجة نفسها عشان ما تفهمش غلط بس طيب انت دلوقتي عايز تعرف هي الكمانجة اش معنى الكمانجة معاه بتطلع الصوت ده ومعاه بتطلع صوت وحش تاكلمنا فيه كتير قوي ولكن ده لان انت لسه ما كتسبش الخبرة الكافية ولا صوابعك مظبوطة على الكمانجة فمش قادر انك تطلع مانا صوت حلو طب عشان افرقلك كده ما بين الكمانجة الحلوة والكمانجة الوحشة يعني انت دلوقتي قلتلي تمام انا سمعت منك والدنيا فهمتك هاشتري ازاي برضو عشان افرقلك ما بين الكمانجة الحلوة والكمانجة الوحشة انت هتمسك الكمانجة وتجرب من غير قوس ومن غير حاجة يعني انت روحت للراجل وروحت تشتري الكمانجة هتمسك الكمانجة وتحطها عند ودانك وتلعب الوطر كده باصباعك فاضي من غير اي حاجة وشوف المدى بتاع الرنة بتاع الوطر يعني انت لما بتيجي تلعب الوطر خلينا جيب لك كمانجة وقربها لك من المايك هتفها ماصر لما تيجي تجيب الكمانجة وتحطها جنب ودانك اللي هو المايك دلوقتي واجي ألعب الوطر هتلاحظ ان الوطر خد فترة على ما سكت لو انت قدامك كمانجتين او اكتر وحابب تفرق ما بينهم اضبط الاوطار وضبط الفرس وضبط الدنيا ويلعب كل واحدة بنفس الطريقة اللي عملناها جده الكمانجة اللي صوت الوطر بتاع هيسكت بعد فترة طويلة دي الاحسن تمام تمام طيب اختبرنا اول حاجة تاني حاجة بقى وهي ان انت هتشوف جسم الكمانجة نفسه سليم ولا لأ بس يعني جسم الكمانجة في خبطة في كسرة فيه ايا كان اه دي الطريقة اللي انت تختار على اساسها الكمانجة مش بقى فيديو وصوت وبتاع وكده انا تمام الكمانجة الصوت هتحفى اللي بيعزف هو اللي بيعزف كويس مش انت يعني مش الكمانجة اللي حلوة لا هو اللي بيعزف بيعزف كويس اللي بيعزف ممكن قاعد في مكان فيه صادة وكده فانت حاس انها حلوة حاس انها بترن فملاش اي معيار ودايما اللي بيعمل الموضوع ده هم الناس اللي بيبيعوا كامانجات بسعر اعلى من ايميته يعني يجي مسلا يقول لك الكمانجة دي هو عارف ان انت مش فاهم فييجي يقول لك مسلا الكمانجة دي انت راجل لسه راح تشتري كامانجة الاول مرة يجي يقول لك الكمانجة دي مسلا سعرها خمس تلاف جنيه او سعرها مسلا يا سي دي مئة وخمسين دولار خلينا اتكلم بالدولار عشان طبعا مئة وخمسين دولار مش خمس تلاف جنيه بس انا بدي مثال يعني وهي الكمانجة سعرها يسوى 50 دولار يعني هي الكمانجة ما تسوىش أكتر من 2000 جنيه مثلا وهو قايل لك ان الكمانجة دي بمبلغ قد كده مش مصدقني خد اسمع الصوت فالحركة دي ده ما بيعملها الناس اللي بيبيعوا الكمانجات بقى أعلى من قيمتها فما تتخدعش في الكلام ده روح بنفسك جرب الكمانجة زي ما وريتك كده هتمسك الكمانجة تحطها عند ودانك وتلعب الوطر وتشوف الوطر هيسكت بعد قد قد الزمن اللي هياخده على ما يسكت ده اللي على أساسه تحكم على الكمانجة يعني قدامك أكتر من الكمانجة شوف كل وطر هيود قد ايه هتقولي طب أنا قدامي أكتر من الكمانجة مع أكتر من حد مختلفين أنا مش هقدر أن أنا أجمعهم مع بعض أقولك مش مشكلة شغل ستوب ووتش على الموبايل بتاعك حط الكمانجة عند ودانك وأول ما تبتدي تغبط الوطر شغل ستوب ووتش شوف كل واحدة خدت وقت قد ايه على ما صوتها سكت اتمنى تكون استفدت اي حاجة من الفيديو لو استفدت اي حاجة سيب لي الكممنت تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وبص على الموضوع اللي تنسيب للقناة وشوفك الفيديو اللي جاي سلام